وكان قبطة الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطرييرك القدسي للاتين قد وجه رسالة إلى الأساقفة والكهنة والمؤمنين في أبرشية البطرييركية اللاتينية دعاهم فيها إلى يوم صلاة وصوم وتوبة يوم الاثنين الماضي وهو تاريخ أصبح رمزا للمأساة التي يعيشها الشعبان الفلسطيني واللبناني كما ناشد قبطته أصحاب المسؤوليات الجسام الذين يتخذون القرارات في مثل هذه الظروف أن يلتزموا بالعدل واحترام حق الجميع في الحرية والكرامة والسلام إذ يجب علينا أن ندعم المحتاجين ونساعد الذين يبدلون جهودا لتخفيف معاناة المتضررين جراء هذه الحرب وتعزيز كل عمل من أجل السلام والمصالحة والتلاقي